احنا خدنا بالنا ان القطع الاثرية كانت في حالة جيدة جدا ايه السر؟ ايه لم خليها في حالة جيدة؟ الناس كتير بتسأل السؤال ده ايه السر من القطع لاصرها تلعة كده؟ اول سبب اولا الارض بك محدش حفر فيها قبل كده محدش حصل نابش للمكان ده خالص لم يحصل قول 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 محدش نهابها قبل محدش نهابها لم يحدث كمان لم يحدث ان حد مثلا اكتشف ان فيه الاثر ده مكان على رغم النسقارة مليانة اثارة بس هو الحفر تم بتراعي علمية فده طبعا سعر الاستقرار للقطع بها زي الشكل بالضافة كمان طبيعة المكان اللي هي ارض رملية بتحفظ الاثر بشكل كبير جدا لم يمفهاش مثلا مياه جوفية زي ما احنا شايفين احنا شفنا من 200 سنتين كده التابوت الحجري الكبير جدا اللي كان في اسكندرية الماء لما وصلت له حصل فيه الوضع هنا مختلف الحاجة التالتة طريقة الحفر يعني طريقة الدفن مختلفة احنا كل دولة كان لها يعني دفن معين شفنا في الدولة القديمة كانت دفن يعني شكل عقائدي اللي هو الاهرامات شكل الاهرامات وده فكرة بناء هرم زوسر المدرج انه هو اصلا مقبرة هرم زوسر مقبرة يعني من الدنيا للعالم الاخر وليس الدنيا اللي هو الملك بيعيش فيها هنشوف ايضا كمان حاجة تانية جدا فكرة الادفن نفسه الابار الابار دي اصلا فكرتها الرومنيين وليس المصرين الكودماء المصرين ما كانش بيتفنوا في الابار خالص ولكن دي فكرة عصر الرومنيين او فترة الرومنيين امتدوا من مصر بالتحديد فلذلك نلقى صار وضعها شفنا التوابيط طالعه عاملة ازاي طبعا حالة يعني غير عادية في الالوان الوان مزدهرة جدا ايضا احنا شفنا كمان احنا شفنا المعابد المصر القديمة حنلاقي الالوان عاملة ازاي يعني شفنا مدينة او مقابر العمال في دير المدينة الالوان بحاجة غير عادية مقابر الملوك فواد الملوك والملكات شكل الالوان عاملة زاي ما بالك دي بيه تلعى لسه مرأة حالتها ممتازة جدا حالتها جايدة جدا الوانها زهية بشكل غير عادي اصارها يعني من ضمن اكتشفات الاولانية احنا شفنا التحنيط جعران نادر دي اصلا نادرا ما تحدث ان احنا نلاقي جعران نادر اصلا محنط شوف تحصلش خالص يعني